في حياتنا العادية بنخلي في البيت أمبوبة ستيبن عجلة ستيبن في العربية نظارة ستيبن في المكتب لكن أول مرة أشوف ناس بتخلي جنبها عريس ستيبن المهندس أدم راح أتقدم لوحدة فوافق أهله وهي كم من وفقت بس اشترطت عليه إنها مش هتتجوز غير بعد 3 سنين لما أتخلص كليتها وبعد ما عدت 3 سنين ونص وأول ما البنت فعلاً اتخرجت اتفاجئ بأهله خطبته بيدوله شبكته بيقوله كل شيء اسمه ونصيب واكتشف إن خطبته كانت مرتبطة أصلاً بزميل لها في الكلية أكبر منها بسنتين اتخطبت لأدهم عشان تسكت أهله اللي كانوا عايزينها تتخطب وفي نفس الوقت تدي فرصة لحبيبها إن هو يجهز نفسه ويعرف يتقدم لها ولحد دلوقتي أدهم مش قادر يصدق اللي حصل معاه مش عارف يعدين عشان كده مننورنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد محمود حمودر استشاري الطب النفسي عشان نشوف هنعمل ايه ازايك يا دكتور ازايك يا سيلي صفحة جديدة مشان نتخانم مشان نعمل لبعض احنا الحالة مشاكل الناس عاي بزرط كده كفاية خناقات موسم جديد ومننورنا يا دكتور الله يخلي كزالي مش احنا منبسط لما نلاقي انه أخوي مثلا ملتزم مالوش علاقات انه ابننا ماشي في حياته مش مركز غير في مذاكرته هو احنا غلط هو احنا نتبسط لو هو عنده الفرصة وبيعرف يعمل ده وبعدين هو بيرفض هنا نتبسط لكن لو هو ما عندهش الفرصة او ما بيعرفش يعمل ده فهنا ما نتبسطش هنا في حاجة مش مزبوطة هي اللي مخليه ما يعرفش يعمل ده فالسؤال هنا هو كان قدامه فرصة وهو رفض ولا هو غصب عنه الفضيلة محوطاه عشان ما عندهش فرص او عشان هو ما بيعرفش يعمل علاقة لا استنى عشان انت كلامك ده واغوشني يعني هو ما فيش بنات كانت معجبة به وهو كان بيعمل نفسه مش شايفهم عشان يدفشوا اسف على الازعاج هو ده بالظبط لا ايوه هو ده ايوه هو ما كانش فيه حد معجب به وهو كان شخص يعني القصة اللي اتحكت دي بتقول ان هو عنده اضطراب الشخصية التجنبية شخصية التجنبية ده شخص نفسه يعمل علاقات اجتماعية بس ما بيعرفش يعمل علاقات اجتماعية وطول الوقت عنده حساسية زيادة للنقد فلانه عنده حساسية زيادة للنقد فما بيحاولش يدخل في علاقات عشان ما حدش ينقضه فبيأسر زي ما يقول كده خيره شهره ويفضل في جنب وعشان كده طلع من ابتدائي بدون اي علاقات وبدون اي صدقات لا مش عادي وسنوي وسنوي كان عنده علاقات بسيطة وعلاقات محدودة وهو قال ده ان انا كان عنده علاقات قليلة قوي في السنوي وفوك كلية كان فيه ناس بتلمح الحقيقة ما كانش فيه حد بيلمح غالبا يا دكتور وهو والله العظيم في جنب وهو غالبا ايوة لان هو وهو كانوا عايزين منه حاجة لان هو كان شاطر ومتفوق فهما كانوا مهتمين انه ياخدوا مرجع منه ياخدوا بيستغلوه يعني يعني هو بيتم استغلاله من زمان مش جديدة الاستغلال منه هو في الكلية وهو بيتم استغلاله طيب انت ليه شفتها استغلال مش انه هو جدعانة زي ما هو بيقول هو بيعملها جدعانة وهم بيعملوها استغلال بس فهو افويد انت برسنالتي زي ما بقولك كده الشخصيات دي بتبقى حسسة للنقد جدا فبتتجنب انها تدخل في علاقات عاطفية او انها تدخل في صداقة حتى وخد يبالك انه دول نفسهم يخشوا في علاقة او يخشوا في صداقة بس مش عارفين خايفين ده بيبقى انتوب غالبا البرسنالتي دي بتبقى دايما مصحوبة بسوشيال فوبيا او انجزاية ديس اردر اللي هو رهاب اجتماعي او الترابي الالاء العام فهو الشخص ده بيبقى عنده على اكسيز وانف التشخيصات السوشيال فوبيا او الانجزاية ديس اردر اللي هو الروهاب الاجتماعي او انه يبقى عنده الانجزاية او القلق العام او الالاء العام على المحور التاني بنشخص البرسنالتي البرسنالتي هنا هو افويد انت برسنالتي طبعا عن سوين الشخصيات دي ممكن تقتل في الاخر لو حد دايئها ايوه زي فيلم الجوكر كده انتي قلت كلام حلو قوي ده رعب هو مش تقتل في الاخر ده هو والشخصيات دي متقسمة الافويد انت برسنالتي ده محدود كلاستر سي كلاستر سي ده محدود مع الاسكيزو طايبل والاسكيزويد برسنالتي من دول بقى هفاهمك حيلا الشخصيات عندنا كلاستر اي وكلاستر بي وكلاستر سي كلاستر سي ده اللي هو اسكيزويد برسنالتي اللي هو الشخصية الفصامية تمام والاسكيزو طايبل برسنالتي فصامية النوع والافويد انت برسنالتي اللي هي الشخصية التجنوبية التلاتة دول محطوطين مع بعض عشان التلاتة دول بيقلبوا بزهان يعني الشخص ده ممكن يدخل في أعراض زهانية مع التعرض لضغوط هشرح لك بالتفصيل بس ديني دقيقة خدي بالك بقى الفرق ما بين الاسكيزويت برسناليتي والأفويدنت برسناليتي انه الاسكيزويت برسناليتي حابب عدته لوحده حابب انطباقه حابب انه ما يتعرفش على ناس هو مستمتع بده متفوق جدا لما بيقعد لوحده مع جهاز لابتوب تحطيه فريق ما يعرفش يشتغل عكس الاسكيزويت برسناليتي لا ده نفسه يخش في علاقة بس مش عارف زي اللي بيبعث يقول لنا ببنات بتبقى معجبة بيا بس انا بسيبها لحد ما طيط وخدي بالك بقى ان الشخص ده لما بيخش في علاقة عاطفية بيدي العلاقة دي اهتمام كبير قوي وتبقى هي كل حياته لما يتصدم في العلاقة دي حاجة من الاتنين تمام يلسع ياخد المقلب اللي خده ده ويتعلم انه يتغير يعني ده شلوت ده فعل الامام يبس ازاي ان يتجنن لا يلسع يتجنن يدخل في اعراض زهنية ايه بقى الاعراض الزهنية دي يبدأ عنده اعتقادات انه الاخرين بيتأمروا عليه والاخرين بيحاولوا يضطهدوه زي في المأسف على الازعاج اه بس هو كان في أسف على الازعاج عنده سكيزوفرينية عنده فصام ده قصة تانية ده مرض على المحور الاولان هو ده مش شبه ده؟ لا هو هيخش في كده هيبقى شبه كده يعني هو هيخش يعني فصام اكتر ولا زهان؟ هو الفصام نوع من انواع الزهان الزهان ده الكلمة العامة هيخش في ايه بقى من الزهان محناش عارفين هو وحظه ممكن يدخل في فصام زي اسف على الازعاج ممكن يدخل في اطراب تاني مش عارفين هيخش في ايه دكتور الكرام ده كبير ده مع الصدمة اللي خدها الصدمة العاطفية فممكن في لحظة الزهان دي يقرر ان يقتل آه ممكن في لحظة الزهان دي لما دخل في زهان يقرر ان يقتل يعني هرابي آه طبعا ده بجد؟ فالقصة ممكن تنتهي بانه قتل البنت دي مش لازم تنتهي بانه هو خلاص استسلم وشكرا وخلاص طب هو ازاي؟ وهو شخصية تجنوبية هو راح وصمم وقال له اخته ملكيش دعوة والمامته ملكيش دعوة ايوه عشان هو بصي بقى هو الشخصية التجنوبية لما بتبقى عايزة توصل لحاجة بتسر عليها خلاص طب ما هم مش تجنوبية بيعرفين خطوة ما يفهمك بس الاطار هنا اطار رسمي هو اخت خطوة في الاطار الرسمي ما راحش تعرف عليها في الشارع ما راحش تعرف عليها في مول ما راحش تعرف عليها من عن نت هو اطار رسمي وهم اللي راحوا تكلمه طب اي مشكلة في ده ده هلو جدا ايوه ما هو ما يقدرش يعمل ده لوحده يعني ما يقدرش يعمل ده انه ياخد نفسه كده بنفسه يروح ويتعرف لازم حد اللي يجيب له الغروسة وحد اللي يروح معاه وحد يعمل الكلام ده عشان هو يعمل ده هو نفسه جدا بس مش عارف فعشان كده هو مرتبطش عاطفيا طول السنين اللي فاتت عشان هو مش عارف خد بالك بقى بقلة الكبرة هو اول ما شافها انبهر بجمالها واختياره كان اختيار سطح جدا هي جميلة؟ غالبا هو قال هو قال جميلة اوي هو قصيرة الجميلة اه يعني عمل ازاي دي فاختيار سطحي جدا من غير ما تتكلم مع انها كانت سكتة لكن اعجب بيها وحبها وأصر عليها هي ما تكلمتش عشان مكسوفة ولا مش عايز تتكلم عشان مش عايزة تتكلم صح ها طبعا مخلص ما احنا فيهنا تكصة في الاخر بالزبط فهي ما كنتش عايزة تتكلم ومع ذلك هو أصر عليها بص الاختيار السطحي عشان شكلها بس وهو اختارها مش عشان اي حاجة تانية فاختارها عشان شكلها ودخل في العلاقة كان الاول حاسس انه فيه حاجة مش مصبوطة زي ما تكون فيه حاجة عايزة تقولها ازاي هو موقفش عند الحتة دي بيعمل دينايل هو بقى عمال يعمل انكار عمال يعمل حيلة دفاعية عشان يكمل مكسوفة زي كده لما كان بيقولك انه هو مهتم بالدراسة هنا كان بيعمل حيلة دفاعية تانية اسمها التسامي هو مش عارف يدخل في العلاقة فعمال يعمل تسامي عمال يركز ويحط كل طقه زي ما حدي بعصبي جدا ومش مفاشل في العلاقات تقولك ده هتغبق من الاخرين اه ولا حوالي اصلا مش طيين ده غير التسامي الان التسامي ده انه واحد يبقى عنده رغبة مثلا في انه يعمل علاقات عاطفية وعلاقات جنسية فيقوم نائل ده لا نائل ده على حاجة تانية يبدأ يبدع فيها ويبقى موهوب فينقل ده على الرياضة فيبقى متفاول جدا رياضية ينقل جدا على المذاكرة فيبقى متفاول جدا براسيلا او على الشغلي لانه هو كان بيعمل تسامي عن الغراز الجنسية هو بيدحك على نفسه هي الغريزة موجودة جواه والرغبة في انه يتكلم مع بنات موجودة جواه وبيقعد يقول بقى في التسامي ده انه ايه لا هو اللي مش عايز لا هو اللي رافض لكن في الحقيقة هو عايز وبيعمل تسامي هو بيعمل التسامي ده بالعقل الوعي ولا بالعقل الباطن بالعقل الباطن يعني هو مش واعي بانه هو بيعمل تسامي اصلا فهم حاجة؟ هو مش واعي إن هو بيدحك على نفسه وبيقول لا أنا مش عايز أتعرف على بنات دلوقتي ده لو جات له الفرصة كان يتعرف لكن هو الحقيقة ما جاتلوش الفرصة وهو ما عندوش الإمكانيات اللي تؤهله إنه يعمل ده فكان طول الوقت بيعمل الحلة الدفعية بتاعت التسامي عشان يوصل لإيه؟ للهدف بتاعه التاني اللي هو المذاكرة وبقت المذاكرة هي الهدف مش العلاقات العربة تعرف إن أنا يعني قلت لك إحنا قابلنا صفحة جديدة كنت الأول بعاردك وطلعت صحف كذا حاجة صحف كذا قصة وشفناها في الواقع شفت قلت لي هيعمل كذا كذا حصل تقول لي دي هتعمل كذا كذا حصل فمش هنقشك في دي مش قادر أقول لك لا يعني بس بجد يعني ده بيبقى طب أنا عرف إمتى إن أنا بعمل تسامي أعرف إمتى إن أنا أنا اندنايل أنا بنكر إن أنا فشلة في حاجة فعمل كده أعرف إمتى عشان هنلاحق نفسي هو يعني الحالة الدفعية بتتعامل باللاوعي فأنا كشخص مش هعرف في اللحظة اللي أنا بعمل فيها الحالة الدفعية ممكن أعرف بعد كده أو أعرف لما الوعي يتعي بشكل عام يزيد فأبدأ أفهم الحالة الدفعية بتاعتي وافهم أنا بعمل ده ليه فهو طول اللوقت كان حاسس إن البنت في حاجة مش مظبوطة وعمل يعمل إنكار لا أصلها مكسوفة لا أصله مش عارف إيه وعمل يعمل ريشناليزيشن أنا أصلي بحاجة المرتبطة بي أنا يا دكتور إزاي أعرف مش بلا حوالي آه يعني أنا ببقى حاسة إن البدابي ده بيكذب علي وأنا بعمل إنكار ده ده ورضو نوع من أنواع بالضبط أنا بعمل إنكار أو بدي مبررات بعمل ريشناليزيشن ما كل ده حال دفعية في التسامل اللي إحنا قلناه ده هو عمال بدل ما يطلع الطاقة الجنسية بتاعته في اتجاهها إنه تعرف على بنت زي بقيت أصحابه ما بيعمله لا قرر أنه يطلع الطاقة دي في المذاكرة وقاعد يقول لا أصل أنا مهتم بالمذاكرة لا هو أنت مهتم بالمذاكرة يعني جزء الفيسيولوجي ده ده جزء الفيسيولوجي ده حاجة غصبة عنك دي غريزة جواك مش موجودة لا هو عمال يتحكم فيها جدا وعمال إيه بيقولك هو ده اللي قاله بالضبط هو في الحقيقة بيتسامل هو مش بيتحكم فيها هو بيتسامل بدلينه وقع على بوزة هو ما تحكمش فيها ما الأهلي بتبسط أيوة هم مبسوطين بس هم عندهم مشكلة هم مش فاهمين إنه إنه هو يبقى مهتم شوية بالبنات ده معناه إنه الفيسيولوجي بتاعه ماشي نورمل ده ده الطبيعي ويقولك يبعد يبعد لها جوابات بردون كأي ولد في السن ده مش مهم حتى يبقى بيبعد جوابات أو يبقى على علاقة عطفية بنت بس يبقى مهتم بالبنات يبدي اهتمام بالبنات يبقى هو عايز ما بيعمل شي عشان هو بيتسامل عشان هو منشغل بالدراسة عشان هو مش عارف بس يبقى فيه اهتمام يابدوا بالبنات لكن لو ما فيش اهتمام خالص بالبنات هنا لا لازم فيه هنا حاجة في الفيسيولوجي بتاع الواد ده مش مظبوطة يعني فوق كلها الدقيقة ويبدأ يحب إمتى مع البلوغ يبدأ يهتم بالبنات يبدأ البنات الفتو نظروا أكتر من اللازم طبهم كانوا بالفتو نظروا في القصة هو بس هو اللي كان بيكبر فهو ما كانوا بيوش هو أصلا ما كانش فيه هنا هنا القصة مختلفة هنا أصلا دكتور ده متأكد أن ده وهم أيوة هو ما كانش فيه حد ده السبيان ما كانوش بيصحبوه والبنات عايصحبوه ليه ما السبيان مصحبين بس يلعب معه الشطرنج هو ده هو لفل الوحش ده هو بس الشطرنج عشان هو بيتسامى بالشطرنج وإيه علاقة الشطرنج لكن تفتكري كام ولد في مصر بيلعب شطرنج لا ما دي بيطلت دي يعني بالعبع زمان دي بالزبط كده بالزبط الناس كلها بتلعب بليستيشن دلوقتي فالشطرنج ده هو عايز يقول في القصة إنه كان زاكي زيادة ومع زكاءه ده بس مع زكاءه ده ما اكتشفش القصة البنت وما اكتشفش إنها رغباكو عطفية بواحد تاني عشان طول الوقت بيعمل راشيوناليزيشن اللي هو الأول تبرير لها ودنايل اللي هو إنكار بينكر إحساسه وبيعمل راشيوناليزيشن وبيديها تبرير للي هي بتعمله ده هو بيقولك يوم الخطوبة ما كانش فرحانة طيب أنت مكمل إزاي في القصة دي وإنت شايفها مش فرحانة أو شايفها مش عايزة في حاجة مش مزبوطة أنت حسسها طيب ما اتفحر وراه ما تهتم زي ما يكون كده إيه ما كانش عايز يشوف ما كانش عايز يشوف إن فيه مشكلة وإنه هي طيب ما أخواته ليه ما اسمعش الكلام معهم توأخته عشان هو سطحي ويهتم جدا بإنها عجبته شكلا يا ممكن تكون مجدش جميلة أو يكامس هو بالنسبة له حاجة أول مرة ما فيش خبرات سابقة ما فيش خبرات تعامل مع بنات قبل كده فهو بالنسبة له دي فظيعة ورائعة الجمال وهي دي ودي أول واحدة أشوفها تخيالي يعني مش دخلنا بيت واثنين نحنا أول بتدخلناها هي دي هي دي أنا اخترت خلاص دي وشبت فيها زي الأطفال لدرجة أنه لأ ومامت رفضت وخوات رفضت وقش أبطام فيها بنفس الطريقة أو أبوها غلى في المهر وعمل عجلت طيب زي ثلاث سنين ونص وقعد في إنكر دي أكدلك أنه فيه حياة دفاعية بتحصل طيب مامت رفضت فين بقى مامت رفضت واخته بقى انت عارفة لما فيش حياة دفاعية كان اكتشف الموضوع هو بابا فين بابا يبدو أنه هو ممتوفي أو ممفصل لأنه مالوش أي دول في القصة آه صحيح طيب حسيت إيه ما جابش سرطه خلص في القصة طفل وحيد ولد وحيد في وسط بنات والأبا مش موجود فهيبقى التربية بتاعته فيها خايفين على الودة عشان ده الودة الوحيد اللي عندنا فإحنا ما تنزلش تلعب في الشارع ما تروحش فيه لحلتنا يا خوية فكل ما هنخاف عليه وهنقفل عليه هنحوله الشخصية انت وايئة وتجنوبية برافو عليك انت وايئة وتجنوبية وهو ده اللي حصل عشان الشرع ما يبوزوش تكون النتيجة في الآخر إن إحنا اللي بوزناه إنه مبقاش عنده أي خبرات اجتماعية كان هيطلق بعد شوية ليه؟ أقولك لأنه هو ما كانش هيبقى مالي عنها زي ما بنقول كده هي عندها خبرة خد بالك وهو فاهم إنها قطة مغمضة ما هي أختها اللي قالت ما أختها بقى بتقول لكن ده مش حقيقة هي عندها خبرة فمع الخبرة دي هي هترفضه بعد شوية هي عندها خبرة عشان إيه عشان تعرف حد تاني؟ لا هي كمان شخصيتها فيها جزء سايكوباتي عشان هتفضت بالانتحار؟ لا ده فيها جزء سايكوباتي عشان هي لعبة اللعبة دي دي سايكوباتية يعني شايفة الزكاء؟ سايكوباتي ده اللي هو الشخص المضاد للمجتمع أو البنت ساميل أنتي سوشيال برسوناليتي اللي هو أهم حاجة عنده في الدنيا مصلحته الشخصية مايفرقش معه مشاعر الناس ده النرجيسي؟ ولا حاجة لا السايكوباتي هو اللي كده النرجيسي هو بيحب نفسه لكن السايكوباتي عنده مصلحته تغلب مصارح الأخرين لكن مش شايف نفسه أحسن واحد بس مصلحته هي الأهم فالمجرمين مش نرجيسيين ولكن المجرمين سايكوباتيين النصاب سايكوباتي بس ذكي فبيعرف يستغل زكائه في أنه ننصب على الناس وما للنرجيسي بإيقاد؟ ايه اللي جاب النرجيسي في قصة؟ يعني أنت بتقول أن السايكوباتي دايما بيبقى مجرم بس النرجيسي ما يفعلش يبقى مجرم لأنه شايف نفسه حلوة قوي لا النرجيسي أنا فاكرة النرجيسي يترفع أنا بفهم منك الأنواع النرجيسي يترفع عن أنه يقتل أو 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 مش يترفع ولا حاجة لا لا مش يترفع ولا حاجة ممكن يأذي حد أيوة بس دي قصة ودي قصة تانية انت معاش دخلت النرجيسي ليه في النص عشان سايكوباتي نرجيسي مش عارف إيه فصام أنا بقعد أحسن أفهمها سايكوباتي حاجة ونرجيسي حاجة الشخص النرجيسي دا اللي هو بيحب نفسه أكتر من اللازم وعنده إحساس بالعظم مبلغ فيه طب أنا حسيت أنه كده شوية لا طب معمالي يقولك أنا بجيب درجات محدش عارف يجيبها أنا مش عارف إيه هو فعلا بيجيب درجات حلوة ده جاب تسعة و تسعين في المائة هو جاب تسعة و تسعين في المائة فعلا بس هو بيدور لنفسه على راشونال ده سب طيب من الأفويدانت أنه طول الوقت بيدور لنفسه على مبررات عشان يشوف نفسه كويس ما هو مش عايز يشوف نفسه أنه هو اللي بيتجنب المواقف هو عايز يشوف نفسه كويس فاهميني فبيدور طول الوقت الحالة الدفعية بتشتغل عشان تخليه طول الوقت يدور على مبررات تخليه شوف نفسه بشكل حلو بشكل إيجابي فاهميني ده دليلة دليلة كبيرة أول هي بقى عندها جزء سايكوباتي في إيه بقى جزء سايكوباتي ده استغلت الودة عشان توصل للهدف بتاعها هنا في سايكوباتية آه هنا في سايكوباتية وبعدين مش بس كده دي هددت بالانتحار عشان تتجاوز الودة اللي هي عايزة مش بطلت الحالة والله هي بتهدد لأنها سايكوباتية مش بطلت إن إحنا نحن نهدد بالانتحار هي المفروض بطلت بس هي الحد دلوقتي بتجيب مع الأهل جردينها كده هتليها بتجيب يا قلومي بقى أنا ما يصدقوا أنا ما يصدقوا أنا ما يصدقوا أنا ما يصدقوا يا دكتور والله خيف أقول لك ما يصدقوا ده يدوك السكينة عارفة لك ما بتعطعش بالعرض بطول بطول بيهددوا أنا عمري ما هددت هو المفروض الحكاية دي البنات لما بيعملوها بيضغطوا على الأهل خصوصا لما بيبدأوا ينفذوا بأشكال معينة يعني هي لو قطعت جرح سطحي الأهل هيبدأوا يتخدوا أو خدت عشرين حبيت مثلا أي دواء مسكن فهيحصل كده الأهل هيتخدوا جدا وهيفتكرو ما هتموت معاًش للحق أخو عارف منين بقى القصة دي ما هم بلغوه أكيد هم بلغوه أكيد بالقصة أنها هددت بالانتحار أو هم وفقوا أنها هتتجوزوا بس دوروا على مبرر يقولوا هولو أنه البنت هددت بالانتحار أنا بقى أشك في دي بقى ممكن جدا أصدوني حلوة وجميلة تهدد بالانتحار والودي التاني جاهز دلوقتي وحايد تجوزها وهي بتحبه فخلاص كل شيء اسمه نصيب هي هتتجوز ده بدل ده هم مش خسرين حاجة ولا ده بنخلتهم ولا ده بنعمدهم لا فرقتش في حاجة ولا هيفرق لهم أي حاجة بس كده طب وبعدين أنا بص بدأت بها ايه عدتلك يا دكتور وأنا عايز أعرف تلك ده يا تعافى ازاي يعني أنا شايفها القصة كبرت قوي مني مني كبرت قوي المشكلة هي الصدمة اللي حصلت له دي هو الصدمة دي هيعرف يتغلب عليها ولا هتدخله في السيكوز ازاي ما قلنا هيخش في زهان هيخش في زهان هو بالطريقة اللي هو بعد بها دي هو لسه ما دخلش في زهان تمام بس خذي بالك أنه بدأ يتأثر نفسيا ودرجة أنهم قالوا له تعالى نجيب لك شيخ فده معناه أنه بدأ يبقى فيه مرض نفسي بدرجة أنهم لجأوا معه ده ثقافة المجتمع للأسف أنه لسه الثقافة بتاعتك أكيد عليه عفلت أنت تعبان نفسيا فتعالى أصل البيت دي يعمل لك عمل طبعا أكيد عليه عفلت والعفيدة اللي بيخال ناس ما تحبوه لا لا أو عملت له عمل فمن أول ما شافها حبها فإحنا عايزين نروح لشيخ عشان يفك العمل ملبوس أيوة ملبوس أو أحد هي ثقافة المجتمع كده طبعا بدأ بقى يبقى فيه مرض نفسي إنها قررت أنها توديه لشيخ فده معناه أنه بدأ يبقى فيه مرض نفسي بدأ يظهر عليه خلل نفسي خلل نفسي ده ممكن تكون أعراض زهنية وهو ما لهاش فرسائلة أو ممكن يكون أعراض اكتئابية ودخل بدأ يدخل في اكتئاب بسبب الضربة اللي أخدها يانها ربيض أقول لك يعني أنا أنا الأعراض دي بتبقى إيه أعراض الزهن أقول له بقى كده عشان يخبله إن أنا حاسة لو بدأ يكس إنه فيه توامر عليه وإن الناس بدأت تضطهده إنه حاسس إنه كل اتنين قاعدين يتكلموا فهم جايبين في سيرته إن الناس بتشورعيه وماش في الشارع دي اسمها ضلالات التهضية ممكن يبقى فيه ضلالات تسمم فيحس إنه في가 في الأكل حد بحطوه له حاجة عشان عايز يسمه نعم من عيلته آهآ في ضلالات كتيرة في عندنا عنواء ضلالات كتيرة بسوء الأشهر اللي هو دلالات الإشارة إنه الناس بتشورها وتتكلم علي أو ضلالات تطهازة إنه الناس بترأيبني وعايزين يقذوني بأي شكل من الأشكال يعني لو لا أي حاجة من دول دل آشهر أو يبقى فيه هلاوس بقى بس هو ما دخلش محلط الهلاوس أكيد ايه هلاوس بقى يبقى فيه هلاوس على حسب الحاسة سمعية أو بصرية؟ سمعية بصرية شمية تزوقية وحسية لا يعني انت شمية تزوقية ده؟ شمية بيشم ريحة مش موجودة شم ريحة كوتشي محروق يشم ريحة لا تبو احنا ساحب يجرننا كده ايوه بس شم ريحة بنزين ايوه احنا بنشم ريحة بنزين احنا فيه بنزين فعلا بس على حسب الهلاوس الموجودة وعلى حسب شدتها فالمهم فهو كده تكمل امراض انت دخلت علي بيها دي في موسم الجديد معقولة؟ كده؟ ايوه كده اه ده لو دخل في زهان احنا ما قلناش انه ممكن يدخل في زهان هو ممكن يدخل في زهان ممكن يدخل في اكتئاب وممكن يقتل ثلاث حاجات دولة وفي حاجة تانية مستبرو ضعبة كل هم تلاثة دولة ما اقول لا لو دخل في اكتئاب هيتعالج يعني هو لو دخل في اكتئاب طب ازاي لو هو حدد الوقتي؟ بس على فكرة هي بقى مش فكرة كده يعني لو افترضنا احسن سيناريون ودخل في اكتئاب وتعالج تمام من الاكتئاب هيخش علاقة تانية ولا علاقة تانية هيبقى الموضوع صعب عليه العلاقة تانية هتبقى صعب عليه جدا لانه هو اصلا حساس جدا للنقد حساس جدا للنقد وهو القصة دي بالنسباله فيها رفض جالد دي ممكن ياخد التانية بزنب الاولى هو بيرفض انه ترفض ممكن يقولها تكدابة في كل حاجة هو اصلا مش هيخش في علاقة تانية لا يا دكتور ايوة ليه انا بقولك هو ابويدنت البرسوناليتي هو شخصية تجنوبية والابويدنت البرسوناليتي ماما هتجيب له واحدة تانية ماما لما هتجيب له واحدة تانية فهو هيرفض انه يرتبط لانه عنده احساس طول الوقت حساسية تجاه النقد ورفضها لي بعد ثلاث سنين ده كسر له صورته قصد نفسه وقلله ثقةه في نفسه اللي هي اصلا قليلة فاهماني وهو عمال يعمل ديفنسيات عشان يزود ثقةه في نفسه هو اصلا ثقة في النفس عنده قليلة وهو بيحاول يدفنس عشان يخلي الثقة في النفس تبدو كويسة الليلة وسعت قوي هي كده فعل كبرت قوي هي كده فعل انا وانا وارقص عادي واحد قلبه تواجع وواحدة ضحكت عليه وانكن هنلم الليلة وانسوف هنعمل ايه ده ده احسن سيناريو احسن سيناريو انه هو يخش في اكتئاب وما يرتبطش تاني بعد كده ويتعقت ده ده احسن سيناريو احسن ما ينتقم اصدق ده احسن سيناريو لو حصل هو ممكن ينتقم لانه السيناريو التاني انه يقتل انه يقرر وسيناريو التالي انه يدخل في الزهان هو الزهان اكتر من الاجتئاب ايوه طبعا الاجتئاب هيتعالج والامور هتبقى كويسة زهان ده، زهان هيتعالج بس الأمورtrans Scale يعني موش تبقى كويسة? لأنه بيأثر على التفكير أساساً يعني الكتاب بيأثر على الوجدان بيأثر على المشاعر لكن الزهان بيأثر على التفكير خلل في وظيفة التفكير والإدراك أساساً ذهن الزهان؟ اه فالتفكير والإدراكٍ لو اتضربوا، هنا بقى في مشكلة ما بيتاخد لهم هيتخذ لهم دواء برضو وهيبقى كويس بس مش هيبقى بنفس الكفاءة فاهماني يعني هيبقى كويس بس مش هيبقى المهندس الزاكي الشاطر اللماح اللي كان بيكسب الشطرنجة بسهولة الموضوع هيبقى ايه؟ اقل لو حد عادي جدا من غير بقى الكل اللي انت عملت وده قلبه الكسر بيتعالج عاطفيا ازاي يعني يتعالج ازاي اتعالج من المشاعر الوحش اللي ادخلت لي دي طيب خلينا نتفق انه اغلب اللي بيخش في علاقات عاطفية اخسر الحصول عمل ضغط الطرابطا اقلم ده يعني ايه؟ يعني فيع م linkedin إعابقه موجود العمل هذا الضغط ده بد أيأثر فيه نفسياً في دخلني في مزاج قلق او يدخلني في مزاج مُكتائب او يدخلني في الطراب بيخس او بايكل وادخن او او ماكلش وأخس لا ما هذا الاكتئاب هو اللي هياعمل كده ما هذا الاكتئاب مش الادجjoursمانت يعني هو لو معاه مزاج مكتاب ممكن يبقى بيعمل كده ممكن يبقى بيأكل ويدخن أو ما بيأكل شيء ويخس الـ Adjustment Disorder ده محتاج أن احنا نعالجه على مستويين المستوى الأولاني محتاج أن نتعالج على مستوى السايكو سيرابيل اللي هو يبقى فيه علاج نفسي جلسات علاج نفسي عشان نحاول نغير طريق التفكيره ونخليه يتجاوز المرحلة دي ويتعافى من العلاقة العاطفية اللي أثرت فيه بشكل سلبي الحاجة الثانية أن احنا هنديله دواء هنديله دواء ليه؟ عشان نوقف الهرمونات اللي كانت بتطلع في وقت الحب الدوبامين أو هرمونات الساعدة هرمون الدوبامين مهم جدا والأكستوسين هرمون الـ Attachment اللي هو بقى فيه رتباطة عاطفية بينه وبينها فأنا عايز أوقف هرمون الدوبامين اللي مسؤول عن الحب وعايز أوقف هرمون الأكستوسين هرمون الأكستوسين اللي مسؤول على الـ Attachment فلما هياخد الدواء هيلاقي تفكيره كتير بدقيل خذي بالك العينين دو بيجو كتير قوي في العيادة واحدة خطبها سبها واحد خطبته سبته تمام بيجو كتير قوي في العيادة جايين بقى منهارين ما بيناموش وما بيكلوش وعمالين يفكروا وطول الوقت اه وطول الوقت بتفكر وما بتنامش وتعبانة طب دلوقتي انا عايز اعمل ايه عشان اخليها تنام وتبطل تفكر طبعا انا مش هقعد اعملها سايكو سورابي اتناشر جلسة ان شاء الله هقولها هتبطلي تعيطي بعد ثلاث شهور هتنامي بعد ثلاث شهور عشان احنا محتاجين نعمل اتناشر جلسة تعلاج معرفي سلوكي طبعا ده تهريك هي دلوقتي منهارة تمام ومش عارفة تنام وما بتاكلش فمش فكرة ان انا هعملها سايكو سورابي ناخد ثلاث شهور وما باتبطل لا لازم اديها حاجة دلوقتي تهدي مشاعرها دي حاجة دلوقتي تخليها ما تفكرش ايها تتبطل بقى على مراحل وتتبطل بالراحة مش هتتبطل على مراحل ولا بالراحة طب مش خلينا في قصة لدهينا وانت احنا انا وراجل لكن ده هيعمل ايه انا وانت ضد بعض انا انقصتها من الانتحار وانقصتها من انها تبقى تعبانة فتموت حتى من قلة الاكل او من قلة النوم فانا انقصتها من العذاب اللي هي فيه انا كل اللي عملتوا اني شدت الفيشة مخاها عملها يفكر 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 وما بيبصلش فانا هديها دواء عشان اشد الفيشة السؤال اخلي مخاها يفصل فاتنام السؤال وتاكل ومشاعرها تبرد شوية السؤال لو حد زي ادهم بالاعراض اللي انت عاد تقولها دي هيتعافى ازاي يتعافى ازاي بقى هيتعافى لو روح لدكتور هنعرف نخليها تعافى يعني لازم يروح دكتور طبعا طب لو قلت لك تبنى الحالة احنا رسا هو بنبدأ اه هتبنى الحالة ولا تضحك عليها لا 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 بس لو اتصل وتابع فهنفعلا هندي له ادوية وهنزبط الدنيا وهنعالجه نفسيا ايوة بصي عارفة اكتر حاجة بتوجع في الفراء ايه الادوية انا بكرة بجد اكتر حاجة بتوجع في الفراء ايه ايه عارفة لما تحس كده انه قلبك محروق كده على حاجة فقطيها وتحس كده انك مش عارفة تعودي ورايحة جاية وانمغيك عمالة تفكر فيه طول الوقت في كل مكان روحته او عديت من جانبه او افتكرت حركة او بيعمل يا عاف الله يرحبه كان بيحب الميا انا عايز اوقف ده طريقة التفكير دي عايز اوقف المشاعر دي اوقفها ازاي اضربه من البنية او تديله كلام انا عندي اديله كلام يوجع مش هيوقف متعيطش على حد ما عيطش عليك انت تفتكر ده هيوقف اه لا خالص هعود له كده برش نساع كان غري كشتر ده انا حتى لو اعمل معاجل سات علاج نفسي بش اقول الكلمتين دول من اصحابي لو اقفوا مع رجليهم او الكلمتين دول امه قالتهم له واخته قالتهم له واخله قالهم له تغير حاجة لما الغريب يقوله شكلك وحش او هي دي اتعيط على واحدة كده انا بيتقعد على الشلطة واخد بدور امه او دور خالته او واحد بقى عجيب الناس معاي جلسات العلاج النفسي مش كده خالص جلسات العلاج النفسي فيها تفاهم لمشاعر المريض انت اتضحك عليش انت ضحية عب اقولك لا يا دكتور انا انا مدرسة تانية فيها تفاهم لمشاعر المريض وبعدين نبدأ نغير الافكار والمعتقدات اللي جواه متفاهمة نتضحك عليه وكل حاجة وبعدين يبدو ونغير سلوكه تفاهم مش افاهمه تفاهم يعني يبقى متفاهم هو حاسس بيه ايوة ما انا بقولك متفاهمة تعبان ومأهور ومكسور انا معجد بس وبعدين وبعدين ايه هتتقهر اصيبك من مغرب لحشة انا بقى هنغير طريقة التفكير في جلسات العلاج النفسي بس عشان عايز حاجة سريعة دلوقتي في الوقت اللي احنا منهورين فيه فالحاجة اللي هتجيب نتيجة سريعة هي العلاج الدوائي يعني ادهملوش للعلاج نفسي علاج نفسي وعلاج دوائي انا عمال اقول علاج نفسي انا عبادت بس بشتامع الدوائي ده انت باختش وله العلاج دوائي ده العلاج الدوائي هو اللي هيخليه نام وهيخليه يبطل يتوجع عليها او يبطل يفكر فيها او يبطل قلبه يتحرق كده عليها يبطل اللي بقى رايح جاي فاهماني؟ يهدى يلاقي المشاعر دي وقفت انا الادوية في الجزء ده وفيه ده جدا هتوقف له المشاعر اللي كانت موجودة هتوقف الاكستوسين والدوبامين اللي تعبينه ده شوية اكستوسين والدوبامين فاهماني؟ يعني دول نسيطر عليهم بدا واخلاصنا يا عم زكي على صحيته او طلعوا نورتين يا دكتور نوريكا سيطر نورتين يا دكتور حمود نورتين يا استنوني بعد الفاصل يمكن دكتور حمود يقرأي استنى يا ادهم عشان انا محتاجة اتكلم معاك استنوني بعد الفاصل